السلام عليكم اليوم نعود الى ملعب تيزي وزو حيث انه عندنا اخر صور تتاع الميدان وبالمناسبة حبيت نأكد واحد النقطة اللي بزاف الناس قسمني عليها قال لك لماذا جيازك لا تستقبل في هذا الملعب وتستقبل في صنق شوية وعلاش وكذا انا نقول لهم باللي الملعب باش جيازك تستقبل فيه في مقابلات القرية ونافسها القرية لا بد تكون فيه الملعب لازم 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 ترسم الملعب هذا ومبعد تعطي الاتوريزاتي باش جيازك تستقبل فيه الى يومنا هذا مازل نصف حتى لا تتمكن أي وفد عليهم انت على الأقاف رح تستخدم هذه الملعبية وهذا المهم المول المسؤولين يعني في بلدنا على الاقل المنزل هنا مقالرًا للتعليم تركيزنا من التعليم التعليم للتعليم للتعليم التعليم للتعليم 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 لكننا أحبنا أن كان ينفيدياً ينفيدياً ويسألوا جولة ويسألوا جولة في الملعب ويقوموا بجولة في الملعب لكي يرى تفقدين نحن أحبنا أن نخلعهم فعمتونا؟ كي تكون سهلة سهلة إذاً ننتظر للناس الذين يقولوا ويقوموا بجولة أستاذ على ما تفتح ننتظر تكون فيه لجنة تقنية ترسم الملعب ومن بعد جيازكا تستقبل فيه في المقابلة فعنا كلنا ننتظر بفارغ الصبر لكي نرى جيازكا أو أي فريق آخر يفولي في الملعب هذا كما كنا متشوقين نرى الملعب الأخرى نرى الملعب تعتزي والزو في أثناء المقابلات إن شاء الله هذا ما يطولش ويحدث أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر